اه السلام عليكم زيكم. مكملين في الكورس بتاعنا بتاع التعريم الاوبنطو في الجزء بتاع الاوامر. اه يعني المفروض ان احنا كنا مكملين اه في الاوامر بتاعتنا. اه بس انا حبيت اخذ الجزء الاخراني ده اللي هو بتاع صفحة التلاتاشر اه اشرحه دلوقتي علشان ده بيسهل عليه شوية التعامل مع الاوامر جوه الترمينل. فبالتالي لو عرفنا دلوقتي هي بقى اسهل علينا واحنا بنجرب بقية الاوامر اللي في الفايل. ناخدهم واحدة واحدة كده اول حاجة ليه لو انا كتبت شوية اوامر دلوقتي يعني مسلا عملت اه مسلا كده بعدها عملت مش عارف شرطة ايه بعدها شرطة ايه وهكذا. كده انا كتبت تلات اوامر. لو عايز استدعي اخر امر انا كتبته هدوس بس على السهم الفقين. اللي هو الاسهم اللي ساعة الكيبورد يريزوا على السهم اللي بسط الفوق. الاب ارو كي. هدي جاب لي اخر امر انا ايه كتبه. لو شرطة ايه. لو دست تاني هدي جاب لي اللي قبليه. لو دست تاني اللي قبليه. لو دست التحت اللي باع ليه وهكذا. وده كويس لان انت معظم الاوامر اللي انت بتكتبها يكون نفس الامر هو هو بالزبط بس بتبعث له برامترز مختلفة. فبدل ما تفضل تكتب تاني كل الاوامر مرة تانية. لا ودوس على السهم الفقيني. تجيب اخر امر كنت انت كتبه. وتغير تتمسح وتغير ايه? تغير فيه زي ما انت عايز. وهكذا. الحاجة التانية عندنا كلمة هستوري. انا ممكن بكل بساطة اكتب هنا كلمة هستوري. هتلاقيه جاب لي لستة بكل الاوامر اللي انت كتبتها من ساعة ما سطبت اللينكس. هتلاقي دي الاوامر اللي احنا يعني جربناها خلال الكورس بتاعنا. وللعلم حتى لو قفلت يعني عمدتش الضامن الجهاز ورجعت فتحته تاني ودست برضو بيجيب لك نفس الايه? يعني الاوامر اللي انت كنت كتبها دي. لو تلاحظوا بقى لما كنت بدوس السهم الفقاني هو بيدور فين? بيدور هنا. يعني انا لو ترى لما دوس السهم بيجيب لي هستوري اللي هي 34. هدوس تاني يبقى 33 تاني وهكذا. هو عمد يطلع في ايه? في الليستة دي والسهم اللي تحتاني بينزل بينزل فيها. اه لو الدنيا زحم عندك بالمانتر ده كده وعايز تتمسح الحاجة بتكتب كلير. بتمسح لك الايه? بتمسح لك الشاشة بتنظف لك الشاشة. بس هي فعليا هي يعني بتطلع بس الفوق. يعني انت لو دست بالماوس كده وطلعت بالعجلة هتلاقي كل الحاجات اصلا موجودة فوق. فهي هي كلير بس كنا ايه? عملت لك سكرول لتحت كده بغاية ما قفت لك عند الكلمة وانت لو جيت على ده اللي هو من عالجنب ده كده ينفع برضه يطلع وتنزل ايه? اه في الحاجات دي كلها. معظم الناس اللي بتستغل على الترمنال بشغلها كله بالكيبورد. فهو مش عنده وقت يمسك الماوس يسيب الكيبورد يمسك الماوس ويروح يطلع بالعجلة او يروح يجيب ده ويسحبه. فبيطلع ازاي? بيدوس وبيتج او او شفت وبيتج داون. هدوس وبيتج اب. هيطلع هو ايه? صفحة صفحة جوه بتاع ده. وبص كده على الحتة دي. هتبقى بيتحرك معي لو لا. وشفت وبيتج داون بايه? بينزل تحت الغيط الاخر هو هكذا. يبقى انا كليل لو عايز انظف وقتي كده بس الشاشة اللي قدامي. ينفع سكرول طالع نازل بالعجلة. بتاع الماوس. وينفع بشفت بيتج اب وشفت بيتج داون. وينفع انا فيجيت جوه الكمانس اللي انا كتبتها. عن طريق ايه? الارو كيز السهم الفقاني والتحتاني. وهيستوري بتجيب لي لستة بكل الحاجات اللي انا كتبتها قبل كده. في عندي كمان التاب كومبليشن. يعني وانت بتكتب الامر ومش لازم تكتب الامر كامل. ينفع تكتب اول جزء منه وهو يكمله لك. تعالوا نجرب كده نكتب كلمة ايه? نجرب نكتب كلمة ايه? نجرب نكتب كلمة الف وندوس تاب. هتلاقيه جاب لي كل الاوامر اللي موجودة في اللينكس اللي بتبتدي بحرف الايه? بحرف الف. طبعا هما كتير شوية فالعمال ايه يعني زرت مننا? لو عايز اطلع في اي وقت من من بروجرام الاوض وبتاعه كبير كده بندوس كنترول كيو. كنترول كيو. مش عارف ليه مش شغالنا متاع عشان احنا على الماشين ولا ايه? لأ 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 مش دي اللي ايفل كنترول كيو. طب كيو. طب اخر جام. يبندوس آلت آلت كيو. طيب خلينا نكتب كلمة او اف اي وادوس تاب. هتلاقيه جاب لي. اوامر اللي اولها كلمة ايه? اولها كلمة اف اي. يعني جاب لي لستة كده اهي. يعني تقريبا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناش ترتاشر امر اولهم اف اي. لو خدنا برنا هلاقي في كزا واحد اتنين هم اقولوا مثلا اف اي ان. نجرب كده نكتب اف اي ان وندوس تاب. اف اي ان وندوس تاب. يعني ايه هو بيكمل معاك كده اوتوماتيكا. تمام? تجاب لي كل الحاجات الاولها كلمة ايه? يبقى اف اي ان. خد بقى لك هو هو ليه كتاب لدي? يعني ليه ما جاب ليش كل الحاجات الاولها اف اي ان وخلاص وليه كتاب لدي? بص كده تلاقي كل الحاجات الاولها اف اي ان اللي هي دي. ودي. ودي. كلهم بعضهم دي. فبقى ان عندك اتجاه واحد ان كلهم بعضهم دي فهو كتبها لك. ولما دست تاب تاني هو بجاب لك بعد كده كل الحاجات الاولها كلمة ايه? اولها كلمة فايند وهكذا. يبقى انا لو عندي امر مسلا كبير زي فايند ماونت او كده وانا مش فاكره بكتب كلمة اف اي ان دي ودوس تاب تاني بيجيب لي كل الاولها ايه? اولها اف اي ان دي. خلينا اكتب كلمة اا فاير فوكس كده. فاير فوكس. انتر. مش عارف ايه اا فيلد ما فيه شغل الفاير فوكس. او شغل الفاير فوكس. ونرجع تاني. لو انا عملت كلمة فاير ودوس تاب. اه مفيش بقى مفيش اوامر عنده في اللينكس. او برامج في اللينكس دلوقتي. اولها كلمة فاير غير مين? غير فاير فوكس. فمجرد بس ما عملت كلمة فاير. فاير ودوس تاب هو اوتوماتيك ايه? كميهاي لغاية الاخر. فالتاب لو شوية حروف اللي انت كتبتهم دول. ملهمش بعد كده غير احتمال واحد بيتكتب لك كامل. ولو تاخد بالك كمان هو عمل لك مسافة وجاهز انك تبع البرامج للفاير فوكس. لو عندك كزا احتمال بيعمل لك لستة بالايه? بالاحتمالة دي. في عندي كمان ينفع اكتب على طول كنترول آآ كنترول ار. كنترول ار. ونجرد كده نكتب كنترول ار. نمسح الاول ده. وخي نعمل ونعمل كنترول ار. هتليه عمالي حاجة اسمها ريفيرس اي سيرش. هو دلوقتي بيسيرش جوه الليستة بتاعتك بتاعة الهيستوري. تعالوا نجرد نكتب اف كده. هتليه على طول جاب لك مين? جاب لك فاير فوكس. يعني اخر اخر اوامر انت كتبتها. اولها اف كتهير ايه? الفاير فوكس. طيب لو انا عملت اف اي. ما تمشي كده وكده ماشي اف اي ان. هتليه على ما فيش اف اي ان احنا كنا كنا عملنا سيرش فيها لكن ما كنا ناش كتبناها. طيب بتاعنا نعمل مين آآ كنو جررنا بي دابلو دي مسلا. نكتب بي. هتليه اوتوماتيك جاب لبي دابلو دي. فيبقى يبقى يعمل جوة جوة بتاعت طيب انا دست انتر هيكتبها لي عليه خالص. يبقى اون عملت هيستوري. يبقى هو بيسيرش جوة الهيستوري دي كلها بالحرف اللي انا ايه اللي انا بكتبه. تاني بتاعها كنترول اور. ناخد بلنا من حاجة لما ستبنا الهوت كي بتاعها الكنترول اللي على اليمين. فلما تيجي تستغل جوة اللينكس يفضل تبعد خالص عن الكنترول اللي على اليمين وتستغل بالايه? بالكنترول اللي موجود على الشمال. لان انا جاية مانسبة في كده انا مجد جربت من شوية عملت كنترول كيو بالغلط. وعملت كنترول اللي هي اليمين. الهوت كي ده. وكان عايز يعمل للايي. للفرشا الماشين كلها على بعضها. اخر حاجة اللي هي بتاعت علامة التعجب. بيقول لي ده انا اللي هي علامة التعجب دي. اه بيقول لي طيب علامة التعجب. يعني هجرب كده اكتب انا. مسلا علامة التعجب واكتب اف اوي اوتوماتيك هو اختار لي مين الفاير فوكس يعني اخر امر انت شغلته اوله اف اوي كان هو الايه كان هو الفاير فوكس دايما انتم شايفين كده يعني هي لستة لستة بسيطة بس يعني اللي هيعرفها هتسهل عليه اوي التعامل مع الالترنل بدل ما تبقى طيبينج وعملي اني طيب اوامر كتيرة وخلاص لأ عندي بسهولة بنافرجيت جوة الاوامر القليمة او بخليه ويقترح علي او بيكمل لي اسامي الاوامر وكده يالله اه نقفل بقى السلام